فكرت مرة انك تقتني سيارة كلاسيكية اذا ناوي تقتني سيارة كلاسيكية في ضوابط لازم تمشي عليها اذا انت موجود في دولة الامارات في المرتبة الاولى عشان تصنف السيارة كلاسيكية لازم السيارة يكون عمرها فوق الثلاثين سنة بتكلم عن نظام الار تي اي هيئة الطرق والنقل في ست فئات عشان تندرج السيارة تحت مسمى السيارة الكلاسيكية الفئة الاولى وهي فئة واو في سيارات للعرض فقط اذا كان موديلها قديم جدا يعني ممكن يكون موديل 1900 1920 هذه غير صالحة للسيارة فقط للعرض في المتاحف او في الايفنتات الفئة الثانية في سيارات يسمح باستخدامها في الطرق الخدمية والداخلية فقط الفئة الثالثة في سيارات يسمح بقيادتها فقط في النهار لانها ممكن تكون ما فيها تجهيزات ليلية امنة للقيادة في الليل الفئة الرابعة وهو عدم السماح لهذه الفئة ان يتم قيادتها بشوارع دبي بسبب محدودية السرعة بحيث انه في طرق رئيسية بدبي بالنص انك اقل سرعة لازم تبشي فيها 60 او 80 وهذه السرعة ما تقدر توصلها السيارة الكلاسيكية الفئة الخامسة وهي السماح لهذه الفئة بالقيادة في جميع شوارع وطرق الامارات ولكن بمسافة اقصاها 5000 كم في السنة الواحدة فقط وتندرج هذه السيارات التي تم تصنيعها قبل عام 1950 تحت هذه الفئة واخيرا الفئة السادسة قيادة جميع السيارات الكلاسيكية في جميع طرق الامارات على مسافة اقصاها 10.000 كم في السنة الواحدة وتندرج هذه السيارات التي تم تصنيعها من عام 1950 تحت هذه الفئة واخيرا شو نوع السيارة الكلاسيكية الليودك تقتنيها او لها ذكرى خاصة عندك ودبتم بحيرا ترجمة نانسي قنقر